اهلا بكم في مرايا سؤال هل انتهت فكرة حزب الله في اليمن طبعا قبل ان نكمل احب اقول ان حزب الله اليمني هذا الاسم ما العلاقة باللي بنحكي عنه عن الحوثي الان تاريخيا بس معلومة تاريخية هو كان الاسم اطلقه القاعد اليمني من حد قادة النضال اليمني الوطني اللي هو الشاعر الزبيري بس ما علينا هذه سالفة اخرى لكن فكرة حزب الله اليمني استنساخه في اليمن هل انتهت؟ الكل الا السذج او المتعامين او راهة الخمينية لا يرى ذلك ولا يرى ان الهدف كان استنساخ تجربة حزب الله اللبناني في اليمن بنكهة زيدية يمنية طبعا لكن الاسليب والغيات كانت واحدة بين اللبناني المتخيمن حسن نصر الله واليمني المتخيمن عبد الملك الحوثي بين حزب الله في اليمن وانصار الله حزب الله في لبنان وانصار الله في اليمن ويا لله من هذا الزيف بسم الله نسأل هل انتهى المشروع الخميني في اليمن؟ بعد ان قطعت عاصفة الحزم الطريق عليه طريق عشان يكمل هذا المشروع الخطير جدا اللي من ضمنه مصادرة الدولة اليمنية كما جرى في لبنان لصالح تشكيل محلي تابع للولي الفقية في طهران الحقيقة انه التشابه والتماهي والتوأمة بين النموذجين في لبنان واليمن بصراحة كان يمضي بسرعة وتصميم والحاح ما كانت هذه التوأمة تخفى على اي انسان عنده بصيرة على العيون بل كان اتباع الحوثي اصلا ما قصره كانوا يفخرون بانهم ينتمون لمعسكر الخامناء ونصر الله يرفعون الصور الشاهدة بذلك بعد وصول الادارة الامريكية الجديدة بقيادة الرئيس ترامب ووزير دفاعه جيمس ميتس الذي زار السعودية مؤخرا ومنها توعد ايران حصحص الحق وبانت الملامح وتمايزة الصفوف وراح اللي كان يغنج الجمهورية الخمينية ويدلعها اللي هو العوباما ويطنش لها افسادها في سوريا واليمن والعراق وجاءت ادارة ترى ان ايران ايران الخمينية هي مصدر البلاء في المنطقة كل المنطقة قدمة في ذلك اليمن وتوعد وزير الدفاع الامريكي الجديد بمنع الصواريخ الايرانية هكذا وصفها الايرانية التي تطلق من اليمن على السعودية طيب ضع هذا مع ارتفاع الاداء العسكري للجيش الوطني اليمني ومجميع المقاومة الشعبية وتراكم الخبرة لدى قوات التحالف بقيادة السعودية هذا من طرف اليمن اتكلم عن الميدان يعني وفي نفس الوقت تضعضع الحلف الهجين اصلا بين الخرافي الامامي المتخيمن عبد الملك الحوثي ومن معه ورئيس الانتقام زعيم حزب المؤتمر علي عبدالله الصالح اللي كان يقول انه ضد الامامية ومع الدولة الوطنية طبعا لا يعني هذا ان المشكلة الخمينية انتهت في اليمن لكنه يعني انها في الطريق الى الانتهاء والباقي وقت وقت يعد وجهد يحصى وحلم ايراني يتبخر على صخور اليمن ويتحول لهشيم تذروه الرياح لا مكان لتجربة الحزب الخميني حزب الله اللبناني في اليمن تلك نقرة وهذه نقرة بالنسبة لليمن يتمثل هدفنا بالدفع نحو المسار التفاوضي الذي اجري برعاية الامم المتحدة من اجل ضمان انهاء الصراع في اقرب وقت ممكن لان ذلك امر حتمي وفي الوقت ذاته فان التأثير الايراني والدعم الذي تقدمه عبر تهريب شحنات الاسلحة والتي ضبط العديد منها في الطريق من قبل البحرية الفرنسية والاسترالية والامريكية يثبت ان ايران تلعب دورا معرقلا من جديد سنسعى لمواصلة العمل انطلاقا من المسار الاممي ما يحتم علينا ان نتغلب على المحاولات الايرانية لزعزعة استقرار بلد اخر وتأسيس ميليشيات جديدة على هيئة حزب الله اللبنانية الحقيقة ان اليمنيين يعني اليمنيين قبل غيرهم يرفضون ان تفقس بيضة الخمينية في بلادها وتنتج لهم حزبا مخربا ومعطلا وايضا جران اليمن الكبار يرفضون هذا فضلا عن استمرار ايران في دعم الميليشيات الطائفية في العراق وسوريا ولبنان واليمن وسعيها نحو ايجاد نسخ متكررة من حزب الله الارهاب في كل مكان وتدخلها في الشؤون الداخلية لبلاد ولمملكة البحرين واننا نطالب ايران بالكف عن هذا السلوك غير المسؤول وبضرورة العودة الى المجتمع الدولي واحترام قوانينه واعرافه والعمل على تحقيق تطلعات الشعب الايراني في التنمية والرخاء بدلا من السعي الى زعزعة الامن والاستقرار ودعم الارهاب في كل مكان صراحة الله حمانا حمانا من مصيبة سودة كانت ترادل اليمن وكل الجزيرة العربية من قبل مخططي الشر في الجمهورية الخمينية لقد كان الحوثيون حزبا اصيلا وجزءا عضويا من الجسد الخميني اذا اراد المقاتل الوصول الى جدة والرياض سوف يواجه 400 كيلو متر من الارض المسطحة وليس لديه سلاح مضاد للطيران ولن ترحمه مقاتلات العدو ليس له الا طريقة واحدة وهي القضاء على السلاح الجوي السعودي وهو بحاجة الى صواريخ ارض ارض ونحن لدينا الكثير من هذه الصواريخ واقول لكم كل قطرة دم تنزف في اليمن الرئيس الايراني روحاني شريك فيها لان اتفاقه النووي اغلق الباب امام وصول الصواريخ الى هناك هذه عينة من الحب الخميني اللطيف الذي يكن للسعودية والعرب على كل حال كان من الطبيعي والعادي بل الواجب على الملهم حسن نصر الله اللي هو ملهم الحوثي ان يكيل المديح الالهي طبعا كل شيء تصقون باسم الله على نسخته التي كانت تراد في اليمن الجماعة الحوثية او انصار الله انصار الله وقيادة انصار الله لهم من الشجاعة والحكمة والمعي والوعي والمسئولية الوطنية اللي بيقدروا يتفاهموا يتحاولوا يستوعب هذا الوضع كله وإلا الانفعال والغضب سيأخذ باليمن الى ما لا تحمد عقباه والذي سيدفع الثمن هي دول خليج لانها ستحول اليمن في جوارها الى بركان وستعطي مساحة واسعة للقاعدة ولداعش ليرد المتخيمن الآخر بالنسخة اليمنية عبد الملك الحوثي التحية لمخرب لبنان الاول أولئك هم حزب الله أولئك هم المفلحون بقيادة السيد المجاهد حسن نصر الله حفظه الله عنوان الوفاء ورجل الشهامة والعزيز المؤمن نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يزيده عزا ونصرا وتوفيقا إنه سميع الدعاء حمان الله حمان الله نكران النعم من أكبر الآفات كما قال شاعر الحماس السعودي خلب بن هذال ضربت نيران اليمن والتحالف العربي أصنام الخمينية في اليمن تحطم الوهم وانكسر الصنم خاب المسعى فطاب المرعى قال المتنبي وإلمها خطة وإلم قابلها لمثلها خلق المهرية القود إلى اللقاء اشتركوا في القناة